صباح الخير من العجيب أن صحن المطاف ومحيط المسجد الحرام إن فيه 28 بير غير بير زمزم وهناك ثلاث آبار في صحن المطاف ودينا نعرج عليها لأنه فيه كم مقطع منتشر وصراحة إنه يكون فيه ثلاثة بصحن المطاف ولا تم استثماره وردمه هذا غريب البئر الأول بئر شوذب أو شوذب هو خلف مقام سيدنا إبراهيم ويبعد عن الحجر الأسود 18 متر ولي أمر بالحفر البئر هذا معاوية بن أبي سفيان عندما تولى الخلافة عام 41 وكان يستخدم لها المكة والحجيج والمعتمرين حتى بعهد العباسي عند محمد المهدي يعني كان يستخدم البئر هذا البئر الثاني بئر الداودية وتقريبا تبعد عن بئر زمزم 8 متر يقال إنه عنده باب العمرة وتم ردمه أو أغلاقه أو حفاظ عليه في التوسع الأولى للدولة السعودية البئر الثالث بئر رام أو رم وهو في الجهة الشمالية الشرقية من الصحنة المطاف يقال اللي يحفره عبد شمس بن عبد منا في الجاهلية ودخلوه في المسجد الحرام في توسعة أبو الجعفر المنصور بالدولة العباسية هذه أبرز الثلاث الأبارة موجودة بالصحن والتوسع الحالية والأحفير الظاهر كلها تتمركز حول الثلاث الأبار هذه أحاول أصور لكم إن شاء الله باخر المقطع الأبار هذه الموجودة الموجودة اللي لقيتها يعني بالنت وأكدوا لنا المسؤولين عن الحفر الآن بالمطاف والأبار والتنقية هذه أن الأبار لم تختلط ما اختلطت بير زمزم أبد والعينات اللي أخذت من الأبار المحيطة هذه وبير زمزم تختلف نسبة الملوحة والماء يختلف سبحان الله العظيم لأنه يقول الأبار هذه كلها الماء يدخل فيها يعني يجي من بعيد من مك يدخل فيها بير زمزم لا نظاح هو يخرج الماء هذا الفرق والتحليل الموجودة الآن تظهر اختلاف كبير بين الأبار الموجودة هذه وبير زمزم بير زمزم غير